يومئذ هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ طيب السلاح ده مختلف قد يكون لها اكثر من معنى او مراد والله سبحانه وتعالى اعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السلاح بسلاح عصره بسلاح زمانه وهذا قول ولا نبغي ان نقلل من قدره بل هو القول المخترع عند الكثيرين والقول الاخر قد تتعطل هذه الاسلحة كيف بس عم الشيخ ما تكلمنا كلام عقلاء يعني احنا مش درويش برضو تعطل ايه الان سبحان ربي العظيم تعلمون جميعا ان هذه الاسلحة الان وان جل ما في الكون وفي الارض يتحرك بالكمبيوتر ولعلكم تذكرون ان نوعا من انواع الفيروسات قد اصاب جهازا يعرف بالجهاز البيجر في ولاية من الولايات الامريكية فتعطلت الاجهزة في هذه الولايات بكاملها حين اصيب الكمبيوتر الرئيس بفيروس من هذه الفيروسات واشعت جميكا ربما منكم من قرأ اسمع الى اخره لكن انا لا اجزم بشيء من هذا انما انا على يقين مطلق بان الله جل وعلا سيهيئ الكون لمراده سيهيئ الكون لمراده سيهيئ الكون لما قضى وقدر ودبر سبحانه لان الكون لا تحكم فيه احد من الخلق ولا تحكم الكون والارض قوة من القوة او دولة من الدول لا 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 والله بل الكون كله يدبره رب العالمين سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فالامر امره والملك ملكه والتدبير تدبيره وهو القادر على كل شيء اذا اراد شيئا ان يقول له كن فاكون ولازلت اذكر وانا في احدى الزيارات لامريكا حينما سألني احد الاخوة الافاضل كيف يقول الرسول والسلام والوان خلولهم ويعلقون سوفان في اغصان الزيتون كما سنرى كيف ونحن نرى الاسلحة الان تختلف قلت والله لا ادري الله اعلم بمراد نبي صلى الله عليه وسلم وفي صبيحة هذا اليوم قدر الله عز وجل ان يأتيني احد الاخوة ليصطحبني معه في سيارتي الخاصة وكانت احدث موديل سيارة مرسيدس احدث موديل وتعلمون طرق امريكا وكنا في وقت الشتاء القارس ونزل بباب لا يمكن ان ترى من خلاله اي شيء واذ بالاخوة فجأة يتوقف قلت سبحان الله يتوقف السيارة موجودة احدث موديل الطريق ممهد مليئ بالبنزين قائد السيارة موجود وفجأة انزل الله جنديا من جنده فتعطلت الميكان وقفت في مكانها لم يستطع ان يخطو قطوة واحدة قلت لا اله الا الله فالله على كل شيء قدر لكنني لا استطيع البتة ان اجزم بشيء واقول هذا هو مراد رسول الله فهذا ضرب من المجازفة فضلا عن رجل يتكلم بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذيري صلى الله عليه وآله وسلم الله اذا اراد شيء فانما يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن بعض الملاحم وتحدث عن الاشراط ومع ذلك ايها الافاضل تدبروا معي اقول لا يستطيع عاقل على وجه الارض فضلا عن عالم ان يقطع بوقت محدد معلوم لنهاية العالم او لقيام الساعة اكرر لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم ان يقطع بوقت محدد معلوم لقيام الساعة لان هذا من الغيب الذي اختص به ربنا تبارك وتعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وقال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة يخاطب نبينا المصطفى يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة ايان مرساها امت معدها ما وقتها واين ستقع فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم ما رونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها وفي صحيح مسلم من حديث عمر رب الخطاب رضي الله عنه وفيه ان جبريل سأل النبي الجليل متى الساعة فقال المصطفى ما المسؤول عنها باعلم من السائل يا الله امين اهل السماء يسأل امين اهل الامين اهل الارض عن الساعة متى الساعة اللي ما المسؤول عنها باعلم من السائل جبريل يعلم انه لا يعلم عنها شيئا ولا جبريل نفسه يعلم عن وقتها شيئا ما المسؤول عنها باعلم من السائل فاذا كان امين اهل السماء وامين اهل الارض لا يعلمان شيئا عن وقت قيام الساعة فلم بغي لعاقل ان يجزم بان الساعة ستقوم في السنة الفلانية وفي الشهر الفلاني الى اخر هذه الكلمات والتواريخ التي قرأنا منها يعني تواريخ كثيرة وقد حذرت مرارا من ذلك لأن هذا ضرب من مجازفة وهذا جهل متين وهذه رقة في الدين لا يستطيع عاقل أن يقول بأن القيامة وبأن نهاية العالم ستقوم في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني في العام الفلاني أبدا أبدا ومع ذلك أقول أيها الأفاضل الله سبحانه وتعالى الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه بل عن الملائكة المقربين أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبة محمدا صلى الله عليه وسلم على أمارات أو علامات أو أشراط الساعة نعم أطلعه على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر إن مفاتح الغيب خمس مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وقرأ قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة يعني يعلم وقت قيام الساعة وحده لم يطلع عليه ملكا ولا مرسلا ولا نبي مرسلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أقول ومع ذلك أطلع الله نبيه على الأمرات على العلامات على الأشراط وقال عليه الصلاة والسلام قال الله ابتداء في حق نبيه عالم الغيب فلو ظهر على غيبه أحد إلا من رتضى من رسول وقال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقال رسوله بشر يتكلم في الغضب والرضى قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي وهو شر إلى فمه الشريف المبارك أكتب أكتب فهو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق يقول حذيفة بن اليمان والحدث في الصحيحين لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله وفي صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعض المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر يا الله فنزل فصل ثم صعض المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصل ثم صعض المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا بل قال المصطفى أعدد ستا بين يدي الساعة والحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك قال المصطفى أعدد ستا بين يدي الساعة ما هي نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بهذه السلسلة وأن يرزقنا فيها الإخلاصة والسدادة والتوفيق وأن يجعلها دافعا لنا إلى العمل الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك مولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته